اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ادلى سعادة وزير الخارجية بهذه المناسبة بتصريح اشاد فيه بنتائج الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة الرئيس اليكساندر فوتيتيتش رئيس جمهورية الصربيا الى مملكة البحرين والمباحثات التي اجراها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر القضيبية مع فخامة رئيس جمهورية صربيا والتي عكست متانة العلاقة بين البلدين الصديقين كما اشار سعادة وزير الخارجية الى تفضل جلالة الملك المفدى وفخامة رئيس جمهورية صربيا بالتوجيه لابرام مذكرة تفاهم بين وزارتي خارجية البلدين لتوفير الالية المناسبة للمباحثات السياسية كما اعلن سعادته اصدار جلالة الملك المفدى امرا بانشاء سفارة لمملكة البحرين لدى جمهورية صربيا واصدار فخامة رئيس جمهورية صربيا امرا بانشاء سفارة لجمهورية صربيا لدى مملكة البحرين اتصف الاجتماع بالروح الايجابية وحقيقة الاكد على العلاقة ومتانة العلاقة بين البلدين بين فيه صاحب الجلالة سعادة جلالته بهذه الزيارة الكريمة واكد فيه على متانة العلاقة مع صربيا البلد الصديق وحرص جلالته على تعزيز هذه العلاقة في كافة المجالات بين القائدين اهمية التعاون في مكافحة الجائحة كوفيد نايتين والتعاون وهمية التعاون الدولي لمكافحة هذه الجائحة اكد الطرفين على اهمية التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري واتفق الطرفين على تشكيل لجنة اقتصادية لمتابعة هذا الامر وكذلك وجه القائدين الكريمين بابرام مذكرة تفاهم بين وزارتي خارجية البلدين لتوفير الالية للمباحثات السياسية وكذلك المباحثات في كافة المجالات والعمل على توطيل العلاقات الدبلوماسية اصدر صاحب الجلالة الامر بالعمل على انشاء سفارة في سربية وكذلك الرئيس السربي اكد على اهمية ذلك انه لمن دوائي سرورنا ان نوقع اليوم مذكرات تفاهم مع مملكة البحرين تتعلق بالتعاون الثنائي بين البلدين في المجالة كافة واود هنا ان اعرب عن سعادتي الغامرة بهذه الزيارة التي تعتبر الاولى لرئيس جمهورية السربيا الى مملكة البحرين اعتقد انها ستكون باكورة للتعاون والنجاح في علاقاتنا الثنائية حيث تتجلى امامنا الكثير من فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية